السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف الثامن الجزء الأول الوحدة الأولى الدرس الثاني صفحة 13 خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية النتجات تتعرف خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية غرفتان متجاورتان كل منهما على شكل مستطيل وأبعادهما كما هو موضح في الشكل المجاور احسب مجموع مساحتين الغرفتين بطريقتين مختلفتين الغرفة الأولى طولها 6 متر وعرضها متران والثانية طولها 6 متر وعرضها 4 متر نشاط واحد أولا احسب قيمة كل مما يأتي سالب 5 زائد 7 فاصلة 7 زائد سالب 5 ماذا تلاحظ على ناتج كل منهما؟ ثانيا كرر الفرع واحد باختيار عددين حقيقين آخرين ماذا تلاحظ على ناتج كل منهما؟ ماذا نسمي الخاصية السابقة لعملية الجمع؟ ثالثاً كرر الفرع واحد على عملية الطرح بحساب قيمة كل من سالب 9 ناقص بين قوسين 11 فاصلة 11 ناقص بين قوسين ناقص 9 هل تتحقق هذه الخاصية على عملية الطرح؟ رابعاً تحقق من خلال الأمثلة إن كانت الخاصية السابقة تتحقق على عمليتي الضرب والقسمة الخاصية واحد إذا كان ألف فاصلة با عددين حقيقين فإنه ألف زائد با يساوي با زائد ألف ألف ضرب با يساوي با ضرب ألف تسمى هذه الخاصية الخاصية التبديلية على عمليتي الجمع والضرب مثال رقم واحد اكتب العدد المناسب في المربع لكل مما يأتي أولاً جذر التربيعي للتنين زائد بين قوسين سالب 5 تساوي مربع زائد الجذر التربيعي للتنين ثانياً تلت زائد مربع يساوي سبعة زائد مربع الحل أولاً جذر التنين زائد بين قوسين سالب 5 يساوي سالب 5 زائد جذر التنين ثانياً تلت زائد سبعة يساوي سبعة زائد تلت تدريب رقم واحد اكتب العدد المناسب في المربع لكل مما يأتي أولاً ستة وخمسة وعشرين بالمية زائد مربع يساوي تسعة زائد مربع ثانياً مربع زائد الجذر التكعيبي للخمستاش تساوي مربع زائد تنين بالعشرة نشاط اثنان احسب قيمة كل مما يأتي سالب تنين زائد بين قوسين سالب تلاتة زائد واحد بين قوسين سالب تنين زائد بين قوسين سالب تلاتة نغلق القوس الثاني زائد واحد ماذا تلاحظ على ناتج كل منهما ثانياً كرر الخطوات في الفرع الأول باختيار أعداد حقيقية أخرى ماذا تلاحظ على الناتجين ماذا نسمي الخاصية السابقة لعملية الجمع ثالثاً كرر الخطوات في الفرع واحد على عملية الطرح بحساب قيمة كل من سالب تنين ناقص بين قوسين سالب تلاتة نغلق القوس الثانية بين قوسين سالب تنين ناقص ناقص تلاتة نغلق القوس ناقص واحد هل تتحقق هذه الخاصية على عملية الطرح؟ السؤال الرابع تحقق من خلال الأمثلة إن كانت الخاصية السابقة تتحقق على عمليتي الضرب والقسمة؟ إرشاد يمكنك استعمال الآلة الحاسبة الخاصية اثنان إذا كانت ألف فاصل با فاصل جيم أعداداً حقيقية فإن بين قوسين ألف زائد با زائد جيم تساوي ألف زائد بين قوسين با زائد جيم وتسمى الخاصية التجميعية على عمليتي الجمع بين قوسين ألف ضرب با ضرب جيم يساوي ألف ضرب بين قوسين با ضرب جيم وتسمى الخاصية التجميعية على عملية الضرب مثال اثنان اكتب العدد المناسب في المربع لكل مما يأتي اولا بين قوسين خمسة زائد تنين بالعشرة زائد مربع يساوي مربع زائد بين قوسين تنين من عشرة زائد جذر الثلاثة ثانيا بين قوسين مربع ضرب واحد وسبعة من عشرة ضرب تمانية يساوي 11 على أربعة ضرب بين قوسين واحد وسبعة من عشرة ضرب مربع الحل بين قوسين خمسة زائد تنين من عشرة زائد جذر الثلاثة يساوي خمسة زائد بين قوسين تنين من عشرة زائد جذر الثلاثة السؤال الثاني بين قوسين 11 على 4 ضرب واحد وسبعة من عشرة ضرب تمانية تساوي 11 على 4 ضرب بين قوسين واحد وسبعة ضرب تمانية نشاط ثلاثة املأ الجدول الآتي الجدول فيه العمود الأول ألف تساوي اثنين با تساوي ثلاثة جيم تساوي سبعة في صفه الثاني ألف تساوي خمسة با تساوي سالب تمانية جيم تساوي ثلاثة في صفه الثالث ألف تساوي سالب احداش با تساوي سالب خمسة عشر جيم تساوي تسعة في عموده الثاني ألف ضرب با في عموده الثالث ألف ضرب جيم في عموده الثالث با زائد جيم في عموده الرابع ألف ضرب بين قوسين با زائد جيم في عموده الأخير ألف ضرب با زائد ألف ضرب جيم نكمل الجدول ماذا تلاحظ؟ الخاصية رقم 3 إذا كان ألف فاصل با فاصل جيم أعدادا حقيقية فإن ألف ضرب بين قوسين با زائد جيم تساوي بين قوسين ألف ضرب با زائد بين قوسين ألف ضرب جيم تسمى هذه الخاصية خاصية توزيع الضرب على الجميع تدريب 2 احسب مساحة الشكل المجاور بطريقتين الشكل هو مستطيلا المستطيل الأول طوله 5 متر وعرضه 3.2 متر والمستطيل الثاني طوله 5 متر وعرضه 7.4 متر الخاصية رقم 4 إذا كان ألف عددا حقيقيا فإن ألف زائد صفر يساوي ألف نسمي الصفر عنصرا محايدا لعملية الجميع ألف ضرب واحد يساوي ألف نسمي العدد واحد عنصرا محايدا لعملية الضرب الخاصية خمسة الخاصية 6 خاصية الضرب بالصفر إذا كان ألف عددا حقيقيا فإن ألف ضرب صفر تساوي صفر ضرب ألف وتساوي صفر مثال 3 حل المعادلات الآتية واحد جذر التنين زائد صين يساوي صفر ثانيا جذر التلاتة على خمسة صين تساوي واحد الحل واحد جذر التنين زائد صين يساوي صفر جذر التنين زائد سالب جذر التنين زائد صين يساوي صفر زائد صالب جذر التنين حل المعادلة بإضافة النظير الجمعي إذن سين تساوي سالب جذر الثانين تطبيق الخاصية أربعة ثانية جذر الثلاثة على خمسة سين تساوي واحد حل المعادلة بالضرب النظير الضربي ثم الإختصار جذر الثلاثة على خمسة ضرب خمسة على جذر الثلاثة ضرب سين تساوي واحد ضرب خمسة على جذر الثلاثة تطبيق الخاصية أربعة سين تساوي خمسة على جذر الثلاثة تدريب ثلاثة حل المعادلات الآتية واحد جذر التسعة وثلاثين على سالب تنين ضرب سين يساوي واحد ثانياً تنين صحيح فاصلة تلاتة تنين أربعة خمسة إلى ما لا نهاية زائد سين تساوي تنين صحيح فاصلة تلاتة تنين أربعة خمسة ما لا نهاية ثلاثة سالب جذر الواحد وخمسين زائد سين يساوي صفر فكر وناقش اكتشف الخطأ في العبارات الآتية مبرراً إجابتك واحد النظير الجمعي للعدد الجذر التكعيبي لسالب اثنين وأربعين هو سالب الجذر التكعيبي لاثنين وأربعين ثانياً النظير الضربي للعدد جذر الأربعة هو ربع تمارين ومسائل السؤال الأول جد قيمة تصين في كل مما يأتي ألف بين قوسين سالب ستة زائد سين زائد تنين وستة بالعشرة تساوي سالب ستة زائد بين قوسين أربعة فاصل سبعة دوري زائد تنين فاصل ستة با الجذر التربيعي سبعتاش على تنين وأربعين ضرب سين تساوي صفر جيب واحد على الجذر التربيعي للإحداش ضرب سين يساوي تنين دال أربعة ضرب تنين تسعين يساوي تمانية زائد بين قوسين أربعة ضرب سين السؤال الثاني أكتب النظير الجمعي لكل مما يأتي ألف الجذر التربيعي للتساعتاش با سالب أربعة على سبعة وعشرين جيم مية وثلاثة وعشرين دال الجذر التكعيبي لسالب واحد وأربعين السؤال الثالث أكتب النظير الضربي لكل من الآتي ألف سبعة وستين با سالب جذر لحداش جيم تنين صحيح وأربعة على خمستاش دال الجذر التكعيبي لسالب تنين على تلاتاش السؤال الرابع صندوقان في كل منهما ثمان مغلفات وفي كل مغلف مئتا ورقة ما عدد الأوراق في الصندوقين السؤال الخامس احسب مساحة الشكل الموضح جانبا بطريقتين الشكل عبارة عن ثلاث مستطيلات مستطيل ألف طوله 6 متر عرضه 5 متر و11 بالمية المستطيل با طوله 6 متر وعرضه 3 و7 بالعشرة متر المستطيل جيم طوله 6 متر وعرضه 9 متر السؤال السادس بائع جملة يبيع صناديق من أقلام الحبر كل صندوق فيه عشر دزينات من الأقلام اشترى عامر سبع صناديق منها جد عدد الأقلام التي اشتراها علما بأن الدزينة الواحدة تحوي 12 قلما ترجمة نانسي قنقر